جولة مشاورات الكويت الحالية بشأن اليمن لم تكن الأسوأ منذ قرر المجتمع الدولي الضغط أكثر لأجل عقدها لكنها الأطول في معارك الدبلوماسية بشأن حل الأزمة اليمنية بعد نحو شهر من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة لم تتقدم المشاورات خطوة ولا تزال الهوة بين الوفدين كبيرة تعثرت المشاورات أكثر من مرة وتجلت أخيرا بإعلان الوفد الحكومي انسحابه من اللقاء مهددا بالانسحاب الكلي من المشاورات وأكد رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أن انسحاب الوفد جاء ردا على تراجع وفد الميليش عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 22-16 من جانبه هدد عضو الوفد الحكومي عبد العزيز جوباري بالانسحاب الكامل من المشاورات إذا لم يلتزم وفد الحوثي وصالح بالمرجعيات المتفق عليها على رأس اللقاء يعقد المبعوث الأممي آمالا كبيرة على الخوض في تفاصيل عملية الانتقال السياسي والقضايا الإنسانية والأمنية لكن وفد الميليشيا لا يكترث لهذه الآمال ويصر على تحويلها إلى أوهام مصدرها المبعوث الأممي يتخذ وفد الميليشيا اسلوب حرق الأعصاب في المشاورات وتحديدا في إنكار أي أمر يطرح سواء في التقارير أو النقاش وهو اسلوب يعتبره البعض أن الحوثيين يستمدونه من حلفائهم في طهران عزز ذلك تصريحات رئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام لصحيفة الجريد الكويتية بقوله إنهم مقتنعون بأن الحرب لن تتوقف دون تفاهم مع السعودية والأهم التوصل إلى شكل السلطة الانتقالية يعتقد الحوثي وصالح أن التفاوض الوحيد المجد هو التفاوض مع السعودية ويؤمنان بقدرتهم على استبعاد وفد الشرعية من الساحة على المدى الطويل فأمام تصلب مواقفهم عند النقاط الأولية للمشاورات ورفضهم الموافقة على جدول الأعمال أو الإطار العام الذي تقدم به ولد الشيخ ورفضهم حتى اللحظة الإقرار بالمرجعيات فإن المبعوث الأممي وسفراء الدول الرائعة للسلام في اليمن يتجهون لمواصلة الضغط على وفد الحكومة الشرعية الذي يعتبرونه الجانب الرخوة القابلة للضغط لكن المبالغة في الضغط أكثر لصالح الميليشيا لا يستقيم مع عدلة القضية وأسس ومبادئ المشاورات إذ يهدد بنسف الجهود الأممية والحل السياسي